المعالجات البنك المركزي لم تكن بمستوى الطموح بالرغم من أن العراق اليوم لا يشكو من قلة الدولار يعني مئة مليار دولار موجود لدى الحكومة العراقية ومئة وثلاثين طن ذهب موجود ويوميا يصدر ثلاث ملايين وخمسمائة ألف برميل نفط بأكثر من خمسة وسبعين دولار كلها أموال صحيح مدى تحول مثل السابق من البنك الفيدرالي إلى البنك المركزي بشكل مستمر ولكن أمام الحكومة العراقية لا بد أن تتخذ إجراءات ومنها مثلا أن يكون تعامل مع التجار الحقيقيين ومنح الحوالات بسعر الصرف للدينار العراقي ألف وأربعمائة وخمسين وبذلك يكون هناك وفرة لدى التجار الذين يرغبون أستاذ معيني ترون إجراءات الحكومة لحد هذه اللحظة إجراءات صحيحة في هذا الملف؟ إجراءات أعلن عنها يعني من ضمن الإجراءات أنه تم توجيه إلى البنك المركزي لتبسيط وتسهيل آليات بصرف بيع الدولار على التجار وعلى الراغبين بالاستيراد ولكن هذه العملية لم تتم بشكل صحيح وإلا هو ليش صار الارتفاع؟ واحدة من الأسباب شحت الدولار في الأسواق لأن التاجر بعد ما يروح البنك المركزي ونافذة العملة يلجأ إلى الصيرفات ويجمع النقد من الأسواق ويأخذها بسيارات ويطلع إلى كردستان وهناك أكو مصرف يحولها إلى تركيا يأخذون على كل عشر تالاف دولار مئة دولار تكاليف التحويل وبذلك يصير شحة بالدولار في الصيرفات وفي الأسواق موضوع